سيد البني بصفتك محامن يعني ما هي الرسالة التي يريد اللاجئون إيصالها للحكومة الألمانية من خلال رفعهم مئات الدعاوى القضائية بسبب التأخير والتلكؤ كما يقولون في البت في طلبات لجوئهم أعتقد أنها رسالة واضحة إذا ذهبت إلى مركز السوسيال أو إلى مراكز كامبات اللجوء ترى أعداد هائلة بلا هدف عمليا مبدئيا لا يعرفون وضعهم لا القانوني ولا الاجتماعي حتى وبالتالي رسالة واضحة بأن وضعهم غير مستقر وتأخذ وقتا طويلا بعض الأحيان أشهر يتم حتى يتم قبول بالإضافة إلى أن الوضع الإنساني في بعض الأماكن غير مقبول من حيث النظافة من حيث الخدمات الأخرى الطعام أو غيرها من خدمات الأخرى وبالتالي فهي رسالة تشعرهم بسوء وضعهم الإنساني أولا والقانوني ثانيا